سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بوليس الرسول بيقول كده عن المسيح أنه الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل النهاردة أنا برفعكم جميعا أمام الله الحي اللي كان قبل كل شيء اللي فيه يقوم الكل المصلية أنه هو وحده المسيح اللي هو البداية والنهاية اللي هو الألف والياء الكائن منذ البدء يحفظ قلوبكم وعقلكم فيه فتميز أروحكم صوته وتشتاق قلوبكم إلى محضره وتشفى نفوسكم بمعجزات محبته كل يوم في اسم يسوع المسيح دي صلاتي لكم النهاردة حلقة النهاردة بعنوان المسيح في القرآن موضوع المسيح في القرآن إحنا يعني كقناة قدمناه بطرق كتيرة وعديدة ومفصلة في برامج كتيرة جدا الحقيقة نتقدم عموما بطرق عديدة منها مثلا تفاصيل الآيات القرآنية عن المسيح مثلا أو يعني فيه ناس بتحاول إنها تاخد من القرآن وتثبت ألوهية المسيح من خلال القرآن ده أسلوب من الأساليب اللي الناس بتستخدمها فيه دراسات معمولة في الموضوع ده وناس بتخصص وقت إنها يعني تخرج كل حاجة ممكن تخرجها من القرآن عشان تقول إنه ألوهية المسيح مثبتة في القرآن أوكي أو تثبت إنه شخص المسيح هنا هو شخص المسيح هنا ففيه دراسات معمولة في الموضوع ده وناس بتستخدم ده حتى فيه في إنه توصيل الرسالة للمسلمين إحنا ما بنعملش كده وأنا شخصيا لا أستخدم القرآن في شيء لإثبات ألوهية المسيح وفيه أيضا مفهوم آخر إنه مسيح القرآن هو نفسه مسيح الكتاب المقدس يعني مثلا لازم نقف عند الحتة دي إنه المسلمين عموما بيقولوا إنه إحنا بنحب المسيح إحنا نعظم المسيح وإنه المسيح هو نبي وإنه ده من أنبياء الله المكرمين جدا في الإسلام وبعدين يدخلوا بقى في إنه لا وكمان إحنا عندنا سورة مريم وتطلع فيديوهات على اليوتيوب تقول للناس يعني إنه شوفوا قد إيه الناس في الغرب بيندهشوا لما يلاقوا إنه في حاجة سورة مريم في القرآن مثلا يعني وقال إنه ده تكريم للمسيح وأمه وطبعا إحنا عملنا حلقات مفصلة إنه ده مش تكريم أبدا لسيدة العزراء وإنه ذكر اسمها في القرآن كان للإهانة مش للتكريم وهكذا لكن أعود لمفهوم شخص المسيح هل مسيح القرآن هو نفس المسيح اللي في الكتاب المقدس لا طبعا لأنه يعني الصورة الموجودة في القرآن صورة نقصة جدا صورة قاصرة جدا عن شخص المسيح لا تتكلم عن ألوهيته ترفض الصلب إذن ترفض القيامة وهكذا وده يعني نقد تام لأفكار الكتاب المقدس عكس اللي بيقوله الكتاب المقدس شخصية المسيح في الكتاب المقدس هي المركز من الألف إلى الياء من العهد القديم إلى نهاية العهد الجديد واستمرار العهد الجديد في حياتنا إحنا كمؤمنين شخص المسيح هو مركز حياتنا ومش مركز حياتنا كفكرة ولكنه مركز حياتنا كحياة مركز حياتنا كتعاملات يومية مع إله حاضر في وسطنا النهاردة أنا هحكي لكم قصص عن ناس تعامل معهم الله بصورة شخصية جدا وظاهرة جدا ورائعة جدا لأنه إله حي اللي كان ماشي على أرض إسرائيل في يوم من الأيام هو نفسه اللي النهاردة موجود في بيوتنا بيتعامل مع الناس برؤى وأحلام ومعجزات وبصوته وبهدوره وبيغير حياتنا وأشخاصنا اللي تبعوا ملايين من المسلمين إلى اليوم اللي انتوا بتقولوا عليهم المتنصرين اللي احنا بنقول عليهم العابرين إلى محبة الله وخلاص يسوع المسيح هذا هو الإله الحي فعلا في حياتنا بصورة واقعية وشخصية فأولا أنا لا أستخدم حب أن أقول بس أنه الفيديوهات اللي هعرضها لكم النهاردة بتتكلم عن المسيح في القرآن وأنا شخصيا لا أستخدم آيات القرآن لأثبت أي شيء فيما يخص المسيح أو الكتاب المقدس لأنه لا أستخدم كلام الشيطان لإثبات حقيقة الله أو صحة الإيمان المعطلين علشان كده كمان حلقة النهاردة مش هدفها أن أنا أقول لكم شوفوا ده حتى القرآن بيقول كذا عن المسيح أنا قلت الفكرة بكذا يعني كذا مرة علشان أأكد أنه أنا مش بستخدم أبدا القرآن علشان أثبت قلوهية المسيح لكن حب أني أعرض لكم وجهات نظر نمر واحد وجهات نظر وطرق تعليم إسلامي في أماكن مختلفة من العالم وإزاي نقراها وإزاي بتأثر على المسلمين اللي عايشين في الغرب وبعدين بتتصرب لنا أو ليكم في الشرق وزي مثلا ما تكلمنا عن محمد حجاب وهو الدعية الإسلامي اللي قدمته في المرة اللي فاتت واكتشفنا أنه هو دعية إسلامي مجاهد إسلامي معتدي على جيرانه وكده لكن عنده أفكار إسلامية الناس بتتبعها فالنهاردة أنا أقدم لكم واحد تاني من نفس النوعية النهاردة هاخد فيديو عن قصة المسيح لشيخ اسمه نعمان علي خان مين هو بقى نعمان علي خان ده؟ هو أخدت كده الإراية من الويكيبيديا لكن بحثت عنه في أماكن تانية فشفت الحقيقة حاجات عجيبة جدا عنده دراسات وكاتب كتب ويعني محاضر واضح أنه ليه حضور كبير خالي نشوف أقول لكم الويكيبيديا بتقول عليه إيه؟ ونشوف بعد كده لما نقدم أفكاره المشاهد حيفهم إيه؟ نعمان علي خان بيقوله كده إنه هو خطيب أمريكي مسلم ومدرس للغة العربية وتم يعني أنشأ معهد اسمه معهد بيّنة للدراسات القرآنية واللغة العربية بعد أن كان محاضر في اللغة العربية يعني في كلية معينة من قبل المركز الملكي للبحوث الاستلامية الاستراتيجية في الأردن بيقوله عليه كده إنه من ضمن أكتر 500 مسلم مؤثرين في العالم لازم نقف عندها دي يقال إن هذا الرجل أو الدعية الإسلامية يعني من ضمن 500 واحد من أكتر الناس المؤثرين في العالم الإسلامي هو اتولد في ألمانيا وبعدين اتنقل مع أبو اتنقل للعمل في السفارة الباكستانية في السعودية وفضله هناك ومن هو في سنة تانية ابتدائي لحد الصف الثامن سوء المرحلة الأولى في حياته اتبنت وتبرمجت على حسب التعليم السلفي الوهامي بعد كده اتنقلوا لأمريكا وابتدى حياته هناك في أمريكا بقى تكملة الدراسة والدعوة والفيديوهات اللي مالية الدنيا بقى دلوقتي على اليوتيوب المهم جدا إن احنا نعرف مين اللي احنا بنتكلم معه الشخصية دي بتفكرني جدا بعبدالله رجدي هم شبه بعض في الأسلوب في الفضازة في التريق على الناس وهو بيتكلم حتى هو بيلقي خطبة إسلامية عن الحكمة مثلا مثلا يعني بيتريق على الناس بيتريق على بيقول للناس أنا بعجزكم عشان تعرفون أنا أسكى منكم وحاجات زي كده نفس أسلوب عبدالله رجدي الفض في التعامل مع الناس هو هو يعني منقول للشخص ده ايضا في حياته الشخصية بردو عنده حاجات كده شابه عشقة العبور بردو لو بحثت حطيت عن اسمه على جوجل هتلاقي أول حاجة هتطلع هي الأمور الغير لائقة برجل الله لكن هو ده أكتر الشخصيات من أكتر 500 شخصية مؤثرة في الإسلام أنا سمعت له عدة مواضيع والملاحظة الأولى المهمة جدا عندي النهار ده والمهمة للمشاهدين إنه شخص لا يستطيع أن يفهم استقامة شخص الله وصلاحه وهنفهم الحكاية دي جدا في الفيديو ده الفيديو اللي بيتكلم على المسيح وقصة المسيح من منظوره ودعوة المسيح من منظوره وأيضا التفسير اللي هو شايفه اللي بيربط المسيح بالله في كل شيء خلينا ناخد كده الفيديوهات واحدة واحدة هو أخد الآية اللي بتقول إنه الله يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وابتدى بيها القصة بتاعته إنه الكتاب هو التوراة والحكمة هي الكتاب المقدس الإنجيل المفروض بقى اللي اتنين أضعوهم أو بددوهم اليهود والمسيحيين والمسيح بقى كان جاي إيه عشان يعمل عملية توازن خلينا نشوف الفيديو الأولاني اللي يعني بيكلمنا فيه شوية أكتر عن خليني أنا هقرلكم أو هترجم لكم هو بيتكلم لأنه الفيديو بالانجليزي فلازم أقرلكم بالضبط هو بيقول إيه هنا هيكلمنا عن مواهب المسيح خلينا نشوف يكلم الناس في المهد وكهلا وهو من الصالحين الله بيشير إلى أعمال المسيح وبيقول إنه من الصالحين من الأفكار العامة في المسيحية إنه لا لأن المسيح ابن الله ومات من أجل خطيانا فليس علينا اتباع النموس أي نموس موسى كان على الإنسان أن يتبع النموس يصبح طاهرا أو بري والآن مات المسيح فلا نحتاج إلى أعمال لأننا أطهر بموته في الإسلام في الإسلام بقى بيقول الحسنات يزهبنا السيئات الأخطاء تحدث لكن العمل الصالح والصدقات هو الطريق لتنقية أعمالنا في الإسلام الصالحات يزهبنا السيئات وبيقول كده إنه الأعمال الصالحة بتنقي يعني بتعمل ديتاكس كده للسيئات بتاعتنا معلش لازم نقف عند الأفكار دي لأنه دي من أول الحاجات اللي حبيت إنكم تنتبهوا لها إنه هذا الشخص لا يعلم أو مش الشخص ده لوحده عموما الإسلام لا يفهم شخص الله حتى يقدم لنا صلاح الله بصورة مفهومة حقيقية هو هنا قال إنه يكلم الناس في المهد وكهلا وهو من الصالحين وبيقول بقى وقف عند كلمة الصالحين دي إنه المسيح اتقال عنه إنه من الصالحين يعني من الناس اللي بيعملوا أعمال صالحة أولا هو لم يذكر إنه المسيح كان بلا خطيئة فمش محتاج يعمل أعمال صالحة لو كنا هنتكلم بالمفهوم بتاعه مثلا أو بمفهوم الإسلام يعني دي حاجة برضو بتحييرني جدا المسيح على حسب المسيح اللي في القرآن يعني على حسب القرآن وعلى حسب الحديث هو ما لمسوش الشطان ده كلام محمد مش كده إذن ما عندوش خطيئة فهو عايز يعمل أعمال صالحة ليه سؤال أوكي فلكن الإنسان الكويس هو بيعمل أعمال صالحة ماشي همشي معك فبيقولك بقى إن الأعمال الصالحة دي اللي هو بيعملها المسيح ده بقى مثل للمفروض أتباعه وعندين رح واخد بقى إيه دخل شمال بقى في المسيحيين قولك إيه من الأفكار العامة في المسيحية إنه لإن المسيح خلصنا ومات عن خطيئنا فإحنا بقى إيه تشالت عننا الخطيئة فنخطي بقى زي كل بقى الحلال والحرام راح وإنه في الأمر ده بالذات بقى بيقولك إنه لأ هو قال إنه في الأول إحنا ليس علينا إن إحنا نتبع النموس ولا القانون المسيح نفسه أما كان بيتكلم مع الشعب والكتبة والفرسيين وتلاميذه والجموع كان بيقولهم أنا ما جئت لأنقد بل أكمل ما جاش علشان ينقد النموس ولكن ليكمل النموس يكمل النموس بالنعمة النموس كان كل اللي فيه بالأعمال وكان كل الوصايا اللي فيه جهد إنساني لكن المسيح رفع عننا مشقة الجهد الإنساني اللي لا يمكن إنه يدفع تمن خطيئتنا عند الله وده بيتكلم طبعا عن الخطيئة الأولى بعدين الخطايا اليومية دي بقى دي حاجة تانية هتكلم عليها بعد شوي برضو المسيح ما سابناش كده مفتوحه قال اعملوا اللي انتوا عايزينه أنا قدت لكم تصريح عام الرسمي تخطئوا زي ما انتوا عايزين لا يمكن للقدوس أن يسمح بالنجاسة تدخل في حياة أبنائه والخطيئة نجاسة والخطيئة تفصلنا عن الله فلا يمكن إنه يمحي خطيئنا ويشيل يحمل خطيئنا ويتألم عنا على الصليب ويقول لنا اخطئوا تاني زي ما انتوا عايزين منطق مايركبش على بعضه منطق لا يتفق مع قداسة شخص الله ده يعني المفكرين الإسلاميين مش قادرين يفهموا هي اتهمات موجهة ضد المسيحيين إنه هم بيعتمدوا على خلاص المسيح أو أموت المسيح عنهم على الصليب فعشان كده بيعملوا اللي هم عايزين لا تنظر إلى إنسان بيعيش الخطيئة ودي مسئوليته هو مش مسئولية المسيح لو في مسيحي انت شايفه عايش خطيئة ده مسئوليته هو ده اختياره هو وكلنا في الموزين إلى فوق يعني ايه؟ يعني كلنا خطاة ما فيش حد مش خاطئ لكن المسيحي اللي عايش مع المسيح بصدق فيه روح الله اللي جواه روح الله اللي جواهنا ترشدنا كل يوم ده ليس تصريح عام رسمي لنا إن احنا نخطئ كما شئنا أبدا أبدا خلينا نخرج مع فاصل بعد دي اي ار رجع لكم تاني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية نرجع نكمل حلقة المسيح في القرآن بيكمل يقولنا إنه دلوقتي مات المسيح فإحنا المسيحين لا نحتاج إلى أعمال لأننا أطهار بموته ده مش حقيقي لأنه الكتاب بيقولنا إنه إيمان بدون أعمال ميت أريني أوريني إيمانك أوريني أعمالك أوريك بإيماني الأعمال اللي أنا بعملها إيمانك لازم ينتج أعمال الإيمان بالمسيح هو فقط والحياة الغير مسؤولة نقس في الصوت الحياة الغير مسؤولة للمؤمن لا يمكن أبدا إنها تنتج مسيحي ما تدعو لأنه يكون قديس كما إن أبانا السماوي هو قدوس وعيني بقى يقول لك إيه أما الإسلام بقى فقفل إسلام الحسنات وزيبنا السيئات المقايدة في الإسلام في كل شيء وعيني يقول لك إنه الأعمال الكويسة اللي أنت بتعملها دي بتغسل السيئات بتاعتك يعني أنا مش فهمة يعني هيا دي بقى صح عندك حق سيب وانا سيب يعني أنا عايزة فهم حاجة يعني زي حد يقول لي بتغسل السيئات ازاي بتعمل دي تاكس للسيئات ازاي يعني الإنسان يخرج السموم من جسمه بالدي تاكس الديني مثل يقول لي يعني إيه أعمالك الصلحة بتعمل لك دي تاكس للسيئات يعني أنت ارتكبت جريمة أكل حد دي تاكس دي ازاي حد يشرح لي التوبة الحقيقية في الإيمان الحقيقي عند الله التوبة الحقيقية واللجوء إلى الله المباشر هو اللي يرفع عنك الخطايا اليومية كل يوم التوبة بالعودة لنفس الخطايا بلاش المفاهيم يعني أنا بشوف أنه القاء الاتهامات على الإيمان المسيحي بالشكل ده مش في صالحكم لأنه غير منطقي بالمرة وبعدين لما سيجي تحط المقارنة بقى وتقول أنه أنت بتعمل دي تاكس لسيئاتك للقذرات اللي الإنسان بيعملها بتعملها دي تاكس بحسنات يعني أروح حد يضرب مراته ولا يغتصب حده بعدين يعمل دي تاكس بأنه يدبح بقرة ويوزعها على الناس إيه يعني يعني مع من تقايد إنت مع الله هل تشتري أعمالك بتشتري لك مكانة عند الله دي المفاهيم اللي برضو في داخل الفكر الإسلامي الحقيقة بوزت مفهوم إن الله قدوس ما ينفعش تشتري منه ما عندكش حاجة إنت عشان تشتري منه مكانة لكن القلب الصالح الداخلي هو اللي يعرفت معنى الصلاح الحقيقي طيب أنا يعني عايز أقولي إنه في الكتاب المقدس خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده نفس الفكرة هي نفس الفكرة بس عايز أديكم شرح من الكتاب إزاي الفكرة دي غلط خلينا نشوف هيقولي إز وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ So Allah is actually highlighting the actions and the deeds of Isa Alayhi Salaam in the word of Salihin But one of the common ideas they developed among their schools of thought Very common ideas was that because of Jesus Because Isa Alayhi Salaam is the Ma'ad Allah, the Son of God Jesus is the Son of God And he died for our sins So we don't have to obey the laws given to Musa, the Torah أعتقد أنه نشوف الفيديو اللي بعده إحنا قدمنا ده أورادي شيء آخر بيقول كده شيء آخر حصل على الجانب المسيحي أنهما بدأوا يصدقوا أنه ليس احتياج للأعمال الصالحة لا يهتموا بالحلال والحرام فكل شيء أصبح حلال مثلا حرموا عليهم أنهما يعملوا في السبت لكن بعد تضحية المسيح لم يعد واجب عليهم الحفاظ على السبت أو مثلا الكل حلال بقى كل حاجة حلال لهم وغيروا الأكل مثلا ما بقوش يأكلوا كوشر المجتمع المسيحي اتغير وقالوا مش مهم أننا نقوم بالأعمال دي لأنه كل شيء أصبح حلال ممكن تشغل الفيديو التاني كمان لأنهما برضو نمرة اتنين لأنه مجمل أوكي اللي بيقول أنه اليهود صعبوا وعقدوا الحياة قننوا كل شيء فصعبت الحياة جدا معاهم وصعبوها على الناس والمسيحيين قالوا خلينا نتخلص من الدين بالكامل احنا مش محتاج له اوكي والله الآن من خلال عيسى يرد كل شيء للتوازن الدين ليس لبرالية لأنه إذا كان قال الله عن شيء أنه حلال فما تحرمهوش اوكي في فكرتين مهمين هنا الفيديو ده بيقولك أنه اليهود صعبوا كل حاجة عشان يتأكدوا أنهما بيعملوا كل حاجة صحة اوكي والمسيحيين قالك لا خلاص احنا المسيح جي ما يتعننا مش هن يعني مش هنلتزم بالقوانين وبالنموس وبعدين قالك فالمسيح جي عشان يعمل توازن على طول كده أنا عايز سأل سؤال هما المسيحيين كانوا فين لما المسيح جي عشان يعمل توازن المسيحيين ما كانوش لسا موجودين ف وما كانوش لسا خففوا وقالوا مش هنعمل السبت والكلام ده كله اللي انت بتقول لأنه مش فاهم الكتاب المقدس أولا نمر واحد العهد القديم والعهد الجديد مرتبطين ببعض لأنه القاسم المشترك بينهم هو انتظار الناس للمخلص يسوع المسيح اللي جه في العهد الجديد ده العهد القديم كله بيتكلم عنه وعلشان كده في ناس لما في العهد الجديد هتلاقوا ان في ناس عرفوا انه ده المسيح قالوا له ايوة انت المسيح ابن الله الحي كتير قالوا كده عرفوا لأنهم كانوا منتظرين ولأنه كان فيه علامات حتى تحقق كان معروف هيتولد فين وحيجي يعني شكل عام لحضوره هيحصل ايه ميلاده شكله ايه من اي صبت وهكذا فكان فيه دلالات من البداية للنهاية على مجيء المسيح فيعني اليهود ما تفاجئوش والمسيحيين ما كانوش لسه موجودين لحد ما المسيح جه ومات على الصريب بعد كده عايز تتكلم على النقطة التانية وتقول ان المسيحين خففوا وما بقوش ياخدوا يعني يقيموا السبت زي ما انت بتقول اولا المسيح نفسه في الكتاب المقدس اللي قسر السبت لانه المسيح قال قال انه يعني قال لهم جعانين مش هتاكلوا لا اكل تلاميذه ولما اعترضوا عليه الفرسيين قال لهم يعني او لما شفى حد من المرضى في يوم السبت قال لهم يعني لو واحد منكم عنده حيوان وقع في البير في يوم السبت هتروحوا يعني تنقذوه لكن شفاء انسان ابن من ابناء الله اهم فعلمهم ان السبت ما هواش مش المقصود بيه انك تبقى حرفي لكن مقصود بيه الراحة مع الله تخصيص الوقت لله معرفة انك مرتبط ارتباط مباشر بهذا الاله فتقعد وتخصص الوقت النهاردة ده جزء من حياة المسيحيين يومي طول الوقت الانسان المسيحي اللي حضرتك بتتهمه او العموما شيوخ المسلمين اللي بيتهم انه المسيحيين بقى عندهم يعني سدح مدح كده بيأكلوا كل حاجة وكل الاشياء تحل لي وكده بعدم فهم لا الانسان المسيحي الحقيقي يلاحظ حياته وقلبه وفكره وتصرفاته لانه يخشى ان ده يجرح قلب الله او يبعده عن الله لحظة او يوقف سمع صوت الله لحظة لانه مرتبطة ارتباط مباشر بشخص الله فهو الاول في فكري وزهني وتصرفاتي بنغلط او بنغلط اكي الكتاب المقدس يعني اما اتكلمنا عن في حلقات عن ايه اللي يحل لنا وايه اللي ما يحل شدينا والحرام والحلال في الاسلام والكلام ده فيه الاية اللي بتتكلم عن كل الاشياء تحل ليه ولكن ليس كل الاشياء تناسبني مش كل الاشياء تحل ليه يعني اروح اقتل حد ولا اروح اسرق حد لا الاشياء الصالحة الجيدة البناء اللي بلا خطية اللي بلا آآ ألم لحد لكن مش كل حاجة تناسبني اكي يعني آآ مثلا آآ مفهوم انه اذا كان اكل اللحم يعثر اخي مش هاكل لحم المفهوم ده يقولك انه الانسان المسيحي مطلوب منه انه يكون منتبه لروح الله جواه بلاش تعمل كده في الحتة دي لانه اخوك او اختك هيحثره آآ طبعا بلاش مش تازم يكون لحم اخويا بيحثر من الحكاية دي خلاص مش تازم ايه موضوع بقى اكل اللحم والكلام ده مثلا اذا كان وقت ما ربنا غير فكرة الاكل الكوشر ايه الحيوانات اللي ممنوعة كلها وايه الحيوانات اللي مش ممنوعة كلها وبولس الرسول شاف عمين بوترس الرسول شاف زي ملايا نازل فيها حيوانات كتير والرب بيقول له اتبحوا كل ايه المشكلة اتبحوا كل المفهوم اتغير لانه بقى ايه مش الاشياء اللي بتدخل الفم هي اللي بتنجسه او بتنجس الجسد الانسان لكن كل ما يخرج من قلب في مرارة في غضب في حكم على الاخر اللي بيخرج من فمك اللي بيطلع من قلبك هو اللي ينجس نفسك ويؤذي الاخرين فالمسيح رفع غير فكرة انه احنا نعيش بامور شكلية لكن لا تغيير حقيقي داخلي الاعمال الصالحة مش هترفع عنك خطية قلبك لكن التوبة الحقيقية ومعرفة يسوع المسيح هو اللي يرفع عنك خطيتك دي اه 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 وانا مسلمة ما تعودتش ان انا افكر بالطريقة دي وحتى بعد ما جيت للمسيح كنت بفكر دايما انه طب انا هعمل ايه طب انا اه طب انا عملت ايه عشان وقعت في المشكلة دي طب انا هعمل إيه عشان يعني أرضي ربنا لحد ما تعلمت أن الله عايز أمانة قلبي أمامه حتى وانا تعبانا حتى وانا غلطانا حتى وانا في خطيئة عايز أمانة قلبي أمامه الله بيقولك أنت وانت النهاردة عايز أمانة قلبك أمامه ثق فيها لا تنظر للعقبات اللفت يمكن الكلمة دي لحد بالتحديد أنا شعر أن الكلمة دي لحد بالتحديد النهاردة لو قدامك عقبات كتيرة بتعيقك أنك تعطي قلبك وحياتك لله وبسط اللي هو إليك وخايف منهم وخايف من الاضطاد وخايف من الحكم عليك وخايف من العيلة وخايف من الطرد والكلام ده كله الله عايز قلبك فقط الأمور اللي بعد كده تيجي خطوة خطوة بسماع صوته وإرشاده في حياتك رب بصلي أنه اليوم أنت تكسر المفاهيم اللي بيضعها الشيطان العقبات الخوف اللي تعودنا عليه اللي تربينا عليه رب بسألك أنك تمحوا كل ده من أزهان إخواتي المستعدين للقاءك اليوم المستعدين لقبولك اليوم وتعطيهم فرح وسلام وسعادة بالحضور أمامك ومعرفة حضورك في وسطهم الآن في اسم يسوع خلينا نروح للفيديو اللي بعد كده تفضلوا المسيح كان بيدعو بني اسرائيل أنهم كانوا مسلمين في الوقت ده وهو قال لهم كده أنه هو هيعطيكم العلامة من ربكم حتى تؤمنوا فأنا بيقولهم كده أنا جئتكم بآية من ربكم أخلق من الطين طايرا وأبرق الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أوكي فهو بيقول كده أنه المسيح جه لبني اسرائيل لأن دول كانوا المسلمين اللي موجودين في الوقت ده طبعا يعني تفسيره أو تفسير الشيوخ اللي بيتكلموا عن أنه الناس في الوقت ده كانوا يسموا مسلمين ده شيء عجيب جدا لأنه يعني شعب اسرائيل لا يمكن تسميه مسلمين بالمفهوم الإسلامي اللي احنا شايفينه ده لا دول دول شعب الله المختار المدعوين لاتباع الإله الواحد يعني لا يمكن يتقال عليهم مسلمين أو يتفقوا أو يتقابلوا مع فكرة أنهم مسلمين في أي حاجة لكن هو عايز يقول يعني أن هما المؤمنين بس المؤمنين بإيه؟ الفكرة اللي حضرتك بتقدمها المؤمنين بإيه؟ مدى معرفتك عن التعليم اللي كان في العهد القديم محدود جدا لأن قلب العهد القديم أنه خطية الإنسان حصلت والله رتب خلاص وأن الشعب كله المختار ده كان مثل لشعوب العالم لحضور الله في قصاتهم والانتظار المخلص التمثل في المسيح وبعدين بيقول بقى أنه هذا الإله طبعا على حسب الآية القرآنية أنه المسيح جه ليهم آية بتساءل هو يعني ليه المسيح اللي جه بالآية للشعب ده لكن محمد لم يأتي بآية محدش يقولي بقى اقتربت الساعة وانشق القمر بقى وأنه والأرض الشمس بتغرب عين حمئة والكلام ده كله ندي من معجزات محمد فيه ناس بيقولوا كده أو معجزته القرآن وإحنا نرى أنه القرآن ليس معجزة لأي حد لأنه يعني يعني القرآن اتفصص خلاص واضح أنه مش معجزة وأنه يعني ما فيهوش حاجة تستقيم مع أفكار الله الحقيقي أنا مش هتكلم بقى على أخطاء علمية وأخطاء لغوية والكلام ده كله لكن الأفكار نفسها لا تستقيم مع فكرة الله خالص خالص وليس فيها قداسة وليس فيها محبة وليس فيها فكرة خلاص للناس وإنما الكل يعتمد على دراعه وعلى العمل فتساؤل هنا في الحتة دي أنه المسيح جي بكل المعجزات دي لكن محمد لأ خالص أوكي خلينا نشوف تفسيره بقى لمعجزات المسيح وهنا لازم ننتبه جدا هو بيربوتها ازاي المعجزة الأولى كان أنه بيأخذ الطين ويصنع منه طير وينفخ فيه فتصبح طير حي وهذا يشبه شيء مشابه لما نراه في القرآن أن الله أخذ الطين وصنع الإنسان ونفخ فيه فأصبح إنسان حي المعجزة دي أو العمل المسيح بيفكرك بإزاي الإنسان صنع كيف صنع الله الإنسان أولاً إحنا ما عندناش الكتاب المقدس لا يتكلم عن إنه المسيح تكلم في المهد مثلاً ولا يتكلم عن إن المسيح أخذ طير وعمل طين وكلام ده كله ما فيش في الكتاب المقدس حاجة زي كده لكن هناك الأعظم والأكبر لأنه صحيح المسيح عمل عين للي ما عندوش عين مثلاً لكن لكن هو شفى مرضى أقام موتى يعني المعجزات كثيرة جداً بس فكرة إنه يربط إنه أخذ الطير ونفخ فيه وكده وإن ده بيوريك من بدء الخليقة وجود المسيح على الأرض يخلق يشفي يقيم موتى كل ده بيرجعك للصورة الأولانية صناعة الله للإنسان نفس الصورة فالله اختار المسيح عشان يوري فيه الصورة دي ده كلام المسلمين ده كلام هذا الشيخ أنا ما سمعتوش الكلام ده قبل كده من حد تاني لكن هي فكرة موجودة أوكي وفكرة لو بمنظورك أنت لازم تقف وتتساءل لو كان ده حقيقي يبقى مين المسيح ده لو كان ده حقيقي أوكي أوكي وبيقول لنا كده منتظر صراحة بصوا بقى الرابط شايفين الرابط أصدر ربنا عايز يورينا بقى يرجعنا لهو وصنع الإنسان إزاي أنا عايز أوريك الرابط الحقيقي أنه في صناعة الله للإنسان منذ البدء كانت في خطة الله منذ البدء من بعد خطيئة الإنسان أنه المسيح يأتي الله الظاهر في الجسد ليكون هو الباب اللي ندخل منه مرة تانية ونعود لأحضان الآب مرة تانية دي كانت خطة الله الحقيقية منذ البدء بنشوفها في المسيح لما كان معنا ولما هو معنا دلوقتي وبترجعنا لخطة الله الحقيقية في الكتاب المقدس خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده المعجزة التانية هي شفاء المرضى الأعمى والأبرس وأن ينقل الناس من الضعف إلى القوة البشر طول حياتهم من الضعف للقوة وعندنا مشاكل الله بيحلها من مواقف صعبة إلى حلول والله بيخرجنا من المشاكل ويقول لك إنما العسر يسرى يمكنكم أن تروا الرابط عندكم مشاكل كتيرة في الحياة وبعدين الله يجعل لك مخرجا ويقول لك إنما العسر يسرى فهو ربط هنا شفاء المرضى اللي عملوا المسيح برفع الإنسان من حالة الضعف إلى حالة القوة وربطها مباشرة بكيف يرفع الله الإنسان من حالة الضعف إلى حالة القوة يعني أسيب لكم التعليق على الحتة دي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده فوق كل ده قال المسيح أنا هأخبركم بما ستفعلون وما في بيوتكم وما تخبئون بعدما نقوم في يوم القيامة ماذا سيفعل الله سيرين أعمالنا وما أخبرنا وما أكلنا وكل هذه القصة هي قصة الخليقة الواحدة سو دي قصة الخليقة في معجزات المسيح بتقودنا القصة من قصة إلى أخرى إلى فكرة الخليقة الأولى أو إلى فكرة إزاي الله هيتعامل مع الإنسان يوم القيامة فلما المسيح المفروض كده أنه قال أنا هأخبركم اللي في بيوتكم واللي حتاكله يعني لما تروحه النهاردة انت هتاكل كذا وقال لك كده في التفسير قالني يعني هو كان بيقول للناس انت هتاكل كذا لما تروح البيت مش بعد ما يأكل لا قبل ما يأكل فهو كان بيقول للناس الأسرار اللي في حياتهم الله كشف له المسطور على حسب الفكر الإسلامي فبعد كده بيقول ما هو كده إحنا كمان لما نقف قدام ربنا هو يقول لنا كل الحاجات اللي احنا عملناها غلط وصح وهيبقى بقى يعني نفس الرابط المسيح كان عارف الله كمان هيتعامل معنا بهذه الطريقة الربط يعني الحقيقة يخليك تنتبه لأنه للأسف المسلمين عندما يقرؤون الآيات أو عندما يشرح الشيوخ الأمور دي مش بيشوفوا أنه الله بيطرق بصمات يعني فيه حاجات لا يمكن ننكرها مفيش نبي تاني كان عنده في في المفهوم الإسلامي معجزات بهذا الشكل أو قدرات بهذا الشكل زي ما المسيح بيتكلم عنه القرآن مثلا يعني صورة المسيح المقدمة في القرآن ولو أنها لا تتكلم عن شخص المسيح الحقيقي وإحنا غير متفقين معها إلا أنها لم يستطع الشيطان أو لم يستطع كاتب القرآن إلا أنه يترك هذه البصمات فيه حاجات لا يمكن يقدر ينكرها فأنا بأدعو أخواتي المسلمين يفكروا ويسألوا ربنا وبسألكوا أنتو تحبوا تكونوا عايشين مع إله اللي كان في يعني لما كان على الأرض كان يجول يصنع خيرا هو مازال نفس الإله اللي بيجول يصنع خيرا في وسطنا النهاردة تحب تعيش مع إله حي متواصل معك بيحبك بيقدم ليك كل الخير بيوعيك لكيف تحي حياة كاملة مقدسة تفهم أهدافه وتفهم فكره ترتبط به ارتباط حقيقي العلاقة بالله غنية جدا مش بإنك يعني لا توصف الحقيقة العلاقة بالله اتساعها قد إيه لما نعطي قلوبنا لله المسألة مش إنك تؤدي تقوس وتصلي صلوات وتعمل حسنات لكن المسألة إنه قلبك يرتبط في الله فتتسع أفاق حياتك بالكامل خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده بيقولين نحن بنولد أو نخلق وبتكون في حياتنا متاعب اللي بيحل مصاعبنا في النهاية الموت وبعد الموت هنواجه بيوم القيامة ايه المعجزة اللي بعد كده بيقول كده المسيح قال أنا سأوحي الموت بإذن الله هذه تذكرة مباشرة بيوم القيامة المسيح نفسه كل معجزاته تتواصل معا لتذكرنا بيوم القيامة عارفين الحكاية دي فكرتني بإيه فكرتني بإنه هو مش فهم أولا هو مش فهم يعني إيه إنه المسيح يذكرنا بيوم القيامة أعتقد إنه مفهوم ملكوت الله اللي المسيح جي علشان يقول أنا جيت ليأتي ملكوت الله علشان أنتو تبقوا ضمن ملكوت الله تعيشوا معايا تدخلوا معايا وتعيشوا معايا الملكوت من الآن الإنسان المسيحي المخلص الفاهم إنه عايش حياته لله بيبقى عارف إن إحنا عايشين الأبدية من الآن نحية حياتنا مش لأنفسنا بل نحيها في محبة الله فكل شيء في حياتك مرتبط بالله أنا قررت حكاة دي كتير في الحلقة دي لإنه ده مفهوم لازم يرسخ في عقول المؤمنين إنه حياتك مرتبطة بالله لإنك جزء من الملكوت جزء من معية الله جزء من أمة المسيح أوكي ف ده ارتباطك في عائلة المسيح المسيح جاء ليدعو الناس إنه هم يعودوا إلى حضن الآب ليكون الباب اللي ندخل منه إلى ملكوت السماوات اللي احنا بنعيشه من الآن وإلى الأبد مع المسيح المسألة مش جنة ونار زي ما الإسلام بيقول لكن في الفكر الإسلامي المسيح جاي يحذر زي بقى الفكر بتاع محمد إنه هو جاي يحذر ويقول إنه في يوم قيامة وإنه هتقف قدام الله والكلام ده كله الكلام ده فيه شبه لي موجود في الكتاب المقدس إحنا فعلا هنقف أمام الله وفعلا يعني أفكارنا أعمالنا حياتنا هتوفحص أمام الله لكن مش بالمنظر المرعب اللي بيتكلم عنه الإسلام ده المسيح ما كانش جاي علشان يقول انتوا هتعذبوا وانتوا هتروحوا جهنم وكده لا المسيح كان جاي يقول أنا عندي ليكم طريق أنا عملت لكم مكان وعندما ترك المسيح التلاميذ وصعد قال لهم أنا ذاهب لأعد لكم مكان أنا لسه معاكم هروح أعمل لكم مكان أفضل نعيش فيه كأمة المسيح كأبناء المسيح فالمفهوم ده مختلف ومش واضح خالص في الإسلام خلينا نشوف آخر فيديو إلا الله بيعمله في القرآن الله بيقول إنه لعلم للساعة المسيح هو علم الساعة لنعود وننظر المعجزات التي أعطيت للمسيح ليكون علم الساعة إزاي المسيح هو علم علم الساعة يعني هو المؤشر للساعة اللي هي الجوجمنت يوم القيام في موضوع علم الساعة دي بيقول كده في التفسير الميسر فيه طبعا سورة الزخرف بيقوله إنه لعلم الساعة فلا تمترون به واتبعون هذا سرعة مستقيم ده سورة الزخرف بيقول كده وإن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة لدليل على قرب ووقوع الساعة فلا أتشكوا إنها واقعة لا محالة واتبعون فيما أخبركم به أو أخبركم به عن الله تعالى مهم يعني خلاصة كل ده إنه بيقول إنه إنه فيه مجيء تاني للمسيح على اعتبار القصة الإسلامية هو هيجي ويحكم الأرض وإنه يعد 40 سنة وبعدين مش عارف يصلي بإيه وبعدين بقى اليهود هي يتتبعهم المسلمين في كل مكان ويقتلوهم حتى لو الحجر كانوا مخب يهودي يقول تعالى ورايا يهودي اقتلوا وهكذا التخريفة بقى بتاعة تطويع فكرة المسيح والفكرة اليهودية للفكر الإسلامي حسب الفكر البدوي اللي كان محمد بيفكر بيه علشان خاطر يدي قصة كده يقفل بها الدنيا لإنه معرفش يقفل قصة المسيح طب هو ما تصلبش وصعد هيعمل في إيه يرجعه تاني لإنه هو كان سمع إن المسيح ليه مجيء تاني لكن عايز أقول لكم عن المسيح اللي حييجي في المجيء التاني المسيح اللي جاي مرة تانية ده جاي علشان ياخدنا للملكوت جاي علشان خاطر يعني مش بس إنه يعني مش جاي قادي وحكم ورب وإله لكن الواقع إنه فيه يوم حنواجه فيه الله وإنه المسيح حييجي علشان يقول خلص كده النهاية أنا أعطيت كل الفرص وأنا جاي علشان خاطر أخذ أولادي وتتغير بقى الحياة بعد كده أنا عايز أحكي لكم على قصة حصلت يعني سمعتها مبارح وهقول لكم القصة دي سريعة جدا في أحد خدام الرب الشركاء معانا في الخدمة حكي لنا عن قصة لعائلة من أفغانستان العائلة دي حصل في حياتهم تعذيب كتير ومروا بألام كتيرة وهم لسا مسلمين كان فيه مشاكل في عائلتهم ومروا بألام كثيرة وهم مسلمين خرجوا من أفغانستان وكانوا موجودين في بلد أخرى البنت كان فيه بنت وجوزها وأبو البنت في يوم من الأيام البنت أبوها دخل المستشفى وجاله أزمة قلبية وفعلا قلبه توقف وهي قاعدة جنبه في المستشفى البنت دي كانت سمعت عن المسيح فحطت إيدها على سدر أبوها وقالت له يا يسوع المسيح لو أنت حقيقي قوم أبويا في نفس الوقت الأب كان بيشوف حلم بيشوف رؤية شاف إنه المسيح حطت إيده على سدره وبيقوله قوم أنا هكون معاك ومش هسيبك أبدا وبعدين قاله قوم اشرب من الماء اللي أنا أعددته ليك في لحظات الأب قام وشاف إن بنته هي اللي قعدة حط إيدها على سدره لكن في نفس الوقت اتفتح الباب ودخل زوج البنت وفي إيده إزازة مية اداها للأب الأب أول حاجة قالها قال أنا حكاش لسه حاجة لحد وبعدين الزوج قال أنا كنت ماشي في الطرقة لقيت في واحد لابس أبيض وإداني إزازة المية دي وقال له أدخل إدي الحماك المية دي هو عشان ومحتاج يشرب الأب والبنت والزوج بعد كده عرفوا إن ده المسيح وحكوا البعض طبعا اللي حصل ومعجزة كانت حقيقية في حياة الناس دي وأنا بفكر في المعجزة دي قلت يا رب إحنا مش عارفين قد إيه أنت حي في تصرفاتك مع أولادك وفي حياتنا اليومية أنا واحدة من الناس شفت رؤى للمسيح تتواصل معايا المسيح بشكل شخصي ورؤى وأحلام وتحدث معايا بشكل شخصي وما زلت أتعجب عندما أسمع قصص كهذه فصليت مبارح وقلت له رب أنا بصلي للإله اللي ماشي في في الكوريدور بتاع المستشفى ماسك الماء الحي علشان يعطي شفاء حقيقي للناس إن العيلة دي خدت شفاء روحي وشفاء جسدي أنا بصلي النهاردة إنكم تعرفوا إنه مسيح القرآن ليس هو المسيح اللي بتكلم عنه الكتاب المقدس لكن المسيح اللي بتكلم عنه الكتاب المقدس هو الله الحي اللي في إيده الماء الحي اللي يعطيك حياة أبديا اللي حيأتي مرة أخرى ليحكم ويقضي للعالم أرجو إن أنت ما تكونش من المحكوم عليهم أرجو إن أنت ما تكونيش من الخسرانين في المعركة دي أرجو إنه الله يكون لمس قلبك ولمس قلبك النهاردة ويعرفك محبته العظيمة ليكي وإنه المسيح جاء مات وقبر وقام من أجلك ومن أجلي وصلي ربنا يستخدمكم ويعطيكم حياة ويعطيكم فرح بحضوره في وسطكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر